طلية الأوراق علناً رموحيل موجة بقرار ظنني عن حضرة قضية التحييق في جبل لبنان بعد أن قمت بتسليم شخص اسمه لم يرغب الإدعاء عليك محضير شاك مصري في بيمة 9.700 دولار أمريكي لحتى توفي دين عليك لصالحه بعد أن أوهمته بحيشتك للمال قبل وكنت أخذ منه مصاري وتبين أن الشاك مزور وأنك شتيته من شخص في حق لم تعرف هذا هويته الكاملة هذا القرار الظن يصادر بحقك طلية الأوراق علنا أستاذي في شيء قبل استجواب؟ لا حضرت الوكيل الأنوني للمدع عليه يلي فضل عدم إظهار وجه بتكرر الأقوال الليلتها بالسابق؟ نعم أكيد وبالنسبة لموضوع الشاك حضرت الرئيس أنا بأكد أنه أنا مش أنا المزور أنا اشتريتهم نعم ألأ وصل لك لهذه السؤال بتأيد كل الأقوال السابقة صحيح اشتريت شاك مزور صحيح؟ صحيح؟ صحيح إنه هيدا شاك صحيح عن تشري ب750 و700 ما كان عندي فكرة أبدا عن التشاكات كانت أول مرة بتعمل بالتشاكات بكل حياتي بس لتشري تشاك بالمنطق 750 799 بيكون شاك صحيح؟ صحيح أنا لما سألته إنه لاش السعر منخفض قال لي عشان هو تشاك مؤجل لأنه كان تاريخه بعد 15 يوم من تاريخ اللي شريته فيه تفرق هلقد إذا الشاك مؤجل ب750 و700 ما عندي أي فكرة كان عن التشاكات يعني ولا مرة قبل شاغل فيهم ما سألته من وين جايبه؟ لا هو قال لي أنه هو بيشتغل بموضوع التشاكات هو معروف عنه أنه بيشتغل بالتشاكات تعرفه من قبل؟ صحيح شاري منه من قبل؟ لا لا شو معرفه معرفة شخصية هو من أهل المنطق اللي بيتواجدوا عنا بالمنطق على أي أساس تعرفه يعني؟ صداقة؟ مش صداقة يعني معرفة شخصية سطحية أنه كان هو عنده محل فول لأنه قبل واشتغل بالمنطق كذا مرة يعني تجارك بالسكن يلي عطيته الشاك المزور؟ صحيح قديش بعيدوا منك مصاري محادي؟ ما بدوا مني فعلياً اللي طالبهن هو زيادهن الفوائد شو بتشتغل؟ أنا صوفتور انجينير خرج من الجامعة؟ صحيح ما سألتم من وين جايبه؟ لا لأنه بعرف أنه كان عبيشتغل بالتشاكات آخر فترة اللي هو ياخده يشتري ويبيعه بس أخدته كانت كل المندرجات معبئة في شي انت عبيته بإيدك؟ أنا أبداً سلمني باسم الشخصية وقال لي هذا بس ما فيك تستعامله إلا بتاريخ 15-2 تحديداً مصحوب لي أمرك عبدالله هيك بتقصد باسمك الشخصية مكتوب باسمي صحيح من مين ساحبه؟ من شخص أجهله ما عندي عارفه ما قول شخص ساحب لك شاك ما بتعرفه؟ ما توقعت انه في تزوير؟ لا صراحة ما توقعت انه ممكن يضرني بهذه الطريقة بس سلمت جيّرته؟ يعني مضيت عليه؟ صحيح على قفة شو بدك تقول بعض؟ بالنسبة لي بس لموضوع التشيك أنا لما عرفت انه مزور أنا بعض ما سلمت الموضوع الدين كان معي صورة عن التشيك على تليفوني بعدته لحدا من أصدقائي كمان بيشتغل بتشيكات لأتأكد قال لي هيدا تشيك منه مزبوط دقات أنا تشيك وتقول له التشيك مش مزبوط تعطيني حتى ما نفود بجدال بموضوع يعني نفود بمرحلة اللي أنا هلا وصلت له قال لي لأ هخليه معي عبر ما تجيب للمصارف فهو خلل التشيك عنده هو عارف انه كان مزور خلال جلسة الاستجواب تبين انه المدع عليه خريج كلية الهندسة وتبين ايضا انه ليس من أصحاب السوابق بحسب سجله العدلي واعترف بانه سلم احد ما عارفه شاك مصرفي منسوب صدوره عن احد المصارف بقيمة 9700 دولار امريكي افاءا لدين مستحق له بزمت هالشخص بعد ما تمكن من ايهامه انه بحاجة لهالمبلغ المالي لتنفيذ تطبيق رح يتم بيعه خارج لبنان ما سيمكنه من اعادة امواله له مع نسبة من الارباح وعند استضاحه عن مصدر الشاك افاد انه اشتراه من شخص ما بيعرف كامل هويته ب750 دولار امريكي وقيمته الفعلية 9700 دولار امريكي ولها السبب قاضي التحقيق ظن فيه بجرم الاحتيال والتزوير ترافعت وكيلة المدعي علي تفضل يا استاذ ريس بس بدي وضح نقطة قصة لتشاكات اللي بزور هو ما كان بيعرف انه بزور ولا خطر عباله لانه كان بحاجة لمصاري ليسدد في دين فبس هاي النقطة بس بدي اطلب له منحه اوسع الاسباب التخفيفية واكيد واكتفاق بمدة توقيفه لانه صلو من شهر 6 موقوف ترافعت وكيلة المدعي عليه وطلبت اعلان براءة موكلة من جرائم الاحتيال والتزوير واستعمال المزور وإلا منحه اوسع الاسباب التخفيفية ترك الكلام الاخير للمدعي عليه بالنسبة كمان بس برجع بزيد عن موضوع لما سلمت نفسي الدولة يعني المحقق ما كان معه خبر بتشاك انا قلت له انه فيه تشاك هيك قصة طلب الاخير انا بطلب اتبرى من موضوع الشاك عشان ما قلي علاقة فيه ختمة المحاكمة ولإفهام الحكم ترجى الى 10-12-2021 رفعت الجلسة ارجى القاضي المنفرد بجتايدة المتن الجلسة لـ 10-12-2021 لإصدار الحكم شو رح تكون نتيجة الحكم بالنسبة للاعتراف بالخطأ هو طبعا الخطوة الاولى بتلاوية فعل الندمة بس شرط انه يكون المدعي عليه نادم بالفعل اذا تيقن القاضي انه في ندم حقيقي عند المدعي عليه ممكن يعطيه فرصة تانية لحتى يخرج ويمشي على الطريق الصحيح بان انه يخفف العقوبة او يخلي سبيله خلال المحاكمة بس طبعا يدرس كل ملف بملفه في بعض المدعي عليهم بيعترفوا لحتى يحاولوا يوحوا انه هن ندمانين فقط بهدف تخفيف العقوبة وليس بيداعي الندم الفعلي او الحقيقي اما اذا كان ندمه مش حقيقي ما بيستفيد اكيد من الاسباب التخفيفية او من التخفيف اللي بيستفيد منه وغيره حكم باسم الشعب اللبناني ان القاضي المفرد الجزائي في المتن لدى التدقيق يحكم اولا بادانة المدعي عليه بالجنح المنصوص عنها في المادة 471 على 454 من قانون العقوبات وبحبس سندا لها سنة واحدة وتغريمه بمبلغ مليون ليرة لبنانية وتخفيف العقوبة سندا للمدى 254 عقوبات الى الحبس مدة ستة اشهر والابقاء على الغرامة كما هي وبإدانته بجنحة المادة 655 من قانون العقوبات وبحبسه سندا لها ستة اشهر وبتغريمه مبلغ 500 الف ليرة لبنانية وبإدغام العقوبتين المقضي بهما على سندا للمدى 205 عقوبات بحيث تنفذ بحق المدى عليه عقوبة الحبس مدة ستة اشهر والغرامة البالغة مليون ليرة لبنانية كونها الاشد على ان يحبس يوما واحدا عن كل عشرة الاف ليرة لبنانية من الغرامة في حال التخلف عن الدفع سندا لأحكام المدى 54 عقوبات وعلى ان تحسب له مدة احتجازه وتوقيفه ابتداء من 1-7-2021 ثانيا بإطلاف المستند المزور وذلك بعدا برام الحكم بتضمين المحكوم عليه النفقات القانونية كافة رفعت الجلسة بتاريخ 10-12-2021 اصدرت المحكمة الحكم النهائي يلي اضى بايدانة المدى عليه بالجنحتين المنصوص عنهما في المواد 471 و 454 عقوبات استعمال المزور و 655 عقوبات احتيال وبعد تخفيف العقوبة سندا للمادة 254 عقوبات بالنظر الى ظروف الملف كافة والسجل العدلي للمدة عليه واضغام العقوبتين بالعقوب الأشد قضت المحكمة بحبسه بدة 6 شهر وتغريمه بمليون ليرة لبنانية على ان تحسب له مدة احتجازه وتوقيفه ابتداء من 1-7-2021 وبإطلاف المستند المزور وذلك بعد انبرام الحكم كما قررت المحكمة ابطال التعقوبات بحقه بجرم التزوير كونه لم يثبت انه زور الشاك بل استعمله مع علمه انه مزور ينا نادر انه يكون المدداء عليه بيتمتع بهالاوصاف او القدرات يلي بيتمتع فيه هيدا الشاب هو متعلم وخريج جامعي وينا اللافت انه معظم ضحاياه هني اصدقاؤه او مقربين منه وهو فعلا بعد فترة من الاعمال اللي كان عبي يعملها راح سلم حاله طوعا وصرح بمحضر التحية الاولى انه سلم نفسه لحتى ما بقى يعمل عمليات او افعال جرمية اخرى اشتركوا في القناة